اشتركوا في القناة حرست على ألا أردد ما سبق أن رددته مع الدفعة السابقة ومهما اتسعت الآفاق فهي في النهاية محدودة فأرجو أن أوفق في أن أبدي لكم اليوم شيئا جديدا غير ما أبديته بأمس وأول أمس دعوني أتحدث إليكم اليوم عن رسالة المحاما ورسالة المحاما عنوان أنا اخترته وألفت فيه كتابا أنفقت فيه معظم سنوات عمري وظهر في سبتمبر 2008 وفي ظني أن هذا الكتاب شهادتي للمحاما وشهادتي للمحامين وقد بذلت قصارى جهدي أن أيسره لكل الزملاء من جميع الأجيال فأهديته بما يخرج عن طاقتي المادية ولما لم تتسع لاستمرار الإتاحة أنزلته على موقعي على الإنترنت ليكون ميسورا لكل محامية ولكل محاما ثم لم أكتفي بذلك فأعدت إنزاله على دفعات ثم أنزلته وجاري إنزاله على موقع نقابة المحامين فأحب أن تعرفوا لماذا ما تناميش يا هبة يا هبة ما تناميش صح؟ ما أنا قلت لها بقى عشان هي قاعدة حدش بيسمع الكلام الحلو ولا أنا بقوله ده وينام يعني لا دي بنت عبد الحفيظ أبا نقدرش فهي رسالة ليه أنا قلت رسالة ما قلتش مهنة المحامات القسم اللي حتقسموه بيكلم عن مهنة المحامات ولكن المحامات عندي رسالة ليه هي عندي رسالة هل انحيازاً للمحامات نعم أنا منحز للمحامات ولكن ليس هذا السبب في اعتباري لها رسالة وإنما هناك أسباب موضوعية جعلت من المحامات رسالة هي رسالة كرسالة الأنبياء وحاشة أن نقترب من مقام الأنبياء وإنما نحن نشبه للتقريب ليه النبي أي نبي تحدث عن النبوة بعامة مصخر لغير ما تتطلبه مصالحه واحتياجاته هناك قوة خارجية تدفع المصطفى للنبوة أي مصطفى لأي نبوة وتحركه دون ما إرادة منه ودون ما احتكام إلى مصالح شخصية تحركه حتى إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن الأنبياء لا نورك ما تركناه صدقة يعني هائل ملكية ملغاه عند الأنبياء المصلحة الخاصة ملغاه عند الأنبياء هل في المحامة شيء من هذا؟ نعم نعم المحامة قريبة القرب من هذه المعاني من أول يوم في المحامة تنظر المحامية وينظر المحامة نفسها ونفسه للغير هو لا ينافعه في ساحات المحاكم وأروقة النيابات وأقسام الشرطة وغيرها لا ينافعه عن نفسه بل إنه كثيراً لما يعرض مصالحه الشخصية وربما حياته للخطر في سبيل المنافحة عن غيره المحامة وكالة للمنافحة والدفاع والدفاع عن الغير وحميته وفي هذا أولى خطوات أو أولى ملامح رسالة والمحامة والمحامية ينسى كل ما تشده إليه الحياة ويعاقر إنجاز التعبير يعاقر قضيته يعيشها ويحسها ويتعمقها كي ما يستخرج منها ما يستطيع به أن يؤدي رسالته وهو لن يستطيع أن يؤدي هذه الرسالة إلا إذا كان متميزا متميزا في مواهبه وفي ملكاته وهذه هبة ربانية ومتميزا أيضا في دربته ومرانه وإخلاصه لما يتصدله تستطيع أن تلحق بغيرك مهما كان أسبق منك علما وأطول منك باعا وأكبر منك سنا وأكثر منك خبرة إذا ما عكفت ودرست وتعمقت هنا تملك من النواصي ما تستطيع به أن تنهض بالرسالة وأنت تتحدث إلى قادم قد تجتمع له كل هذه الصفات التي ألمحت إليه إذن المحامية والمحام يستبدان شرعية الوجود وشرعية الأداء من هذا التميز هذا التميز الذي لا يمكن أن يدينا لأحد منهما ما لم يعكف عكوفاً دائماً على تحسين العلم والمعرفة ويعكف عكوفاً متعمقاً على دراسة قضيته وقضاياه هذه مهمة لا ينهض عليها إلا صاحب وصاحبة الإخلاص الشديد واستيعاب معنى الرسالة التي تذوب في الدفاع والمنافعة عن الغير مهمة الأنبياء كانت ولا تزال الإقناع والإنارة ومهمة المحاماة الإقناع والإنارة إنارة الطريق والإقناع بالحجة والبيانة ومن أجل ذلك يتعين أن تكون المحامية ويتعين أن يكون المحامي صاحب علم وصاحب فكر وصاحب حجة الحجة عشان كده كنا نقول ولا زلنا أن من يمتلك الحجة لا يحتاجه لا للصياح ولا للسباب ولا للحديث عن النفس ليه لأن حجته تسبقه حجته هي لغته حجته هي صوته حجته هي أدبه حجته هي طريقه المنفتح على كل ما يتغياه ويرجو أن يحققه خدمة للعدل والعدالة أينما ولينا شطر الرسالات سوف نجد أن معانيها متمثلة في المهامة ومعنى هذا التمثل الذي أستهل به حديثي إليكم اليوم هو أن ينظر كل منكم وكل منكم حياته من هذه اللحظة لحمل وأداء هذه الرسالة وهو لن يستطيع ولن تستطيع حملها وأداءها ما لم تذوب عشقا لهذه الرسالة وما لم يتردم هذا العشق إلى استجلاب واحتياز وإدراك كل العناصر التي تجعل من المحامية والمحامي أصحاب رسالة كل المعاني التي ألمحت إليها لا يمكن أن تؤدى ما لم يكن المحامي والمحامية أصحاب علم وأصحاب معرفة وأصحاب إخلاص وأصبح أصحاب مواهب وأصحاب ملكات سوف تعرفون في المحامية أن كل ما درستموه في كليات الحقوق قشور مجرد تنير لكم الطريق لكيفية البحث لكيفية خوض ضروب المعرفة درست قانون جنائي درست قسم عام ودرست قسم خاص ودرست إجراءات جنائية فإن كنت من الطلاب أو الطالبات المجتهدين والمجتهدات فأنت بتذاكر من أول السنة فنحفترض هذا وأنك ألميت بهذه العلوم السلاسة ولكنك حين ستخرجوا وستخرجون من اليوم إلى الحياة العملية ستجدون دفوعا مبسوطة أمامكم لا يجزئ فيها ما قاله أستاذكم محمود مصطفى إن كان أو محمود نجيب حسن إن كان أو أحمد فتح سرور إن كان أو المرصفاوي إن كان وإنما يجب أن تعودوا إلى مراجع متعددة وأن تعودوا إلى أحكام إلى أحكام محكمة النقض وبالمناسبة أحب أن أنبهكم من الآن إلى أن أحكام محكمة النقض ولسيما القديمة منها لأن محكمة النقض بدأت أعمالها في سنة 1931 وكان أول رئيس لها شيخ القضاة وشيخ المحامين عبد العزيز باشا فهمي الذي يزين اسمه حتى اليوم القاعة الرئيسية في محكمة النقض ودار القضاء العليا محكمة النقض أصدرت درراً ومن أسف هناك محامون وربما وصلوا إلى مرحلة جدول النقض ولا يعرفون كيف يكشفون على أحكام النقض اللهم إلا إذا عثر الواحد منهم في حكم أو آخر مشار إليه في المتن أو الحاشية في كتاب من الكتب التي يطلع عليه أريدكم أن تعرفوا من الآن أن ثروة محكمة النقض محفوظة في أمهات كتب يجب أن تعرفوها من الآن وأن تؤهلوا أنفسكم للتعرف على كيفية الإطلال عليها ربما حيعز على معظمنا أن يقتني هذه المراجع ولكنها موجودة في المكتبات العامة وموجودة في مكتبة نقابة المحامين وأتمنى وأرجو أن أنجح في أن أزود بها ابتداءا كل محكمة استنافية ثم كل محكمة ابتدائية تطلعا بعد هذا إلى المحاكمة الجزئية محكمة النقض حينما تابعت أحكامها لم يكن هناك من يسجل هذه الأحكام ولكن كان أحد النابهين في قلم كتاب محكمة النقض باش كاتب باش كاتب اسمه محمود عمر محمود عمر ده من عائلة معروفة في كفر المصلحة البلد التي أنجبت عبدالعزيز باشا فهمه وغيره معكف على كل أحكام محكمة النقض الجنائية والمدنية وهو الذي حفظ لنا هذه الأحكام من عام ألف وتسعمية واحد وثلاثين بل قبلها بثلاث سنوات فيما كان يسمى المحكمة العليا قبل إنشاء محكمة النقض نقل إلينا هذه الأحكام إلى الأحكام التي صدرت حتى عام ألف وتسعمية تمانية واربئين فيما يسمى مجموعة المبادئ القانونية ولتعريفها يقال محمود عمر مجموعة جنائية من سبع مجلدات وفهرست ومجموعة مدنية من سبع مجلدات وفهرست في ناس ما تسمعش عن وفيها أعظم أحكام أحكام تنوار لدرجة أنني حينما أستشهد في قضية بأحد أحكامها أحد الأحكام الواردة فيها أصور الحكم وأرفقه بحافظة مستندات لأني أعلم أنه ليس في وسع القاضي أن يطلع عليها أحكامت النقضة تدركت هذا وعملت مجموعة ما يسمى مجموعة الربع قرن مدني وجنائي في أربع مجلدات حطت فيها بس المبادئ إنما محمود عمر حاطت نص الحكم بكافة أسبابه وبعد كده عمرت مجموعة العشر السنوات ثم المجموعة الخمس السنوات والآن أو منذ عام الف وتسعمائة وخمسين تصدر محكمة النقضة جنائي ومدني ما يسمى مجموعة المكتب الفن عاما بعام هقول لكم في كلمتين عشان ما تنسوهاش بعدين عشان تطلع حكم من هذه المجموعة في في الآخر خالص فيهرست الفهرست لأنه أب جدي الفهر ده أحيانا يصل إلى خمسمائة صفحة بتطلع الحكم القاعدة ورقمها ورقم الصفحة بتقرف الملخص تعرف الحكم ده يسندك أم لا يسندك عاوزوا هتفتح في الايه في المات وطلع الايه الحكم فيه ناس كتير ما تعرفش الحديثة دي ممكن تقولوا اللي في سوق إيه اللي بيخلي الراجل ده يقول لنا الكلام ده دلوقتي أنا عاوز أعيشكم في المحامة قبل ما تخشوها إن الحكاية مش سهلة وعلى قدر ما يبذل في أدائها على قدر ما يتحقق النجاح وأهم النجاح فيها الإحساس بالقيام بالواكف الإحساس بالجدوة الإحساس بأنني أحل ما أخذته من أتعار وأحل ما أناله من احترام المجتمع في صورة ما أقدمه من جهد ومن علم ينصف مظلوما ويدرأ ظلما ويحقق عادل الحديث في المحامة ورسلاتها طويل حسبي هذه الإشارة كيما أطرق معكم الأجراص أقرع الأجراص لتلتفتوا وتتفطنوا إلى أنكم مقبلين أو إلى أنكم مقبلون آسف على مرحلة هامة في حياتكم وإذا كنا سوف نقسم قسما فإن هذا القسم ستسمعوا وترددوا فيه المبادئ الرئيسية والقيم التي تقوم عليها المحامة الشرف والأمانة والاستقلال والحرية والمحافظة على سر المهنة أو سر الرسالة وتقالدها إذا أذنتم ننهض كيما نؤدي اليمين الذي أرجو أن يتردد قويا في هذه القاعة أقسم بالله العظيم لا مش حلوة أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحامة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحامات وتقاليدها وأن أحترم الدستورة والقانون خالص التهاني لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر